ليبربول بكرة في الدوري الإنجليزي هي آخر مواجهة ليورجين كلوب اللي بقى أزملنا بقى موجود دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي قال بيقولولي أن السوشال ميديا حلوة وتكلمت علي كتير رغم أنها ما بحبهاش بس أديني عملت أكاونت هو على إنستجرام والله إذا أقول لكم سر أول ما لديت الأكاونت بتاعه موجود روح تبعت له ميسج أقول له يعني شكرا على المسيرة لأن الراجل مبهج جدا ومؤثر جدا في مسيرة ليبربول وتستغرب جدا أن المسيرة دي كلها ما خلصتش غير بدوري ودوري أبطال هي دي حاجة قليلة لا مش قليلة لكن هو للأسف كان بيواجه وحش اسمه جوارديولا ومتوحش كاسر اسمه منشستر سيتي فخلصت بدوري واحد بس وبدوري أبطال واحد بس آه كبيرة لإعادة ليبربول إلى التتويجات لكنها مسيرة تخليك تقول أنه لازم الراجل ده يقدر هذا التقدير اللي شايفه من الجمهور الإنجليزي وليبربول في فيديوهات بقى تعملت لنهاية مسرته رسائل من الجميع منهم محمد صلاح اللي قال عنه أنه علاقتي بيه مش بس علاقة مدرب بلاعب بل علاقة خرجت من الملعب إلى علاقة شخصية ستمتد طول عمرنا علاقة طبعا العلاقة الشخصية كمان بيبقى فيها تعثرات وفيها خناءات وفيها واحد بيزعل من الثاني فيها حد بيضايق الثاني فالتاني بيرد عليه وفيها حد بيعمل حاجة فالتاني بيتقمص منه فيها لكنها أبدا ما تتهزش لأنها فعلا نجح فيها الطرفان بمساعدة الطرف الآخر تعالوا نشوف مسيرة هذا العملاق الألماني اللي قال هيرايح سنة قبل ما يرجع للتدريب مرة تانية وكلنا شوق لنعرف من سيدرب مسيرة كلوب تولى تدريب الليبربول 2015 أدارت 488 مباراة انتصر في 303 مباراة اتعادل في 100 خسر 85 مباراة معاه سجل الردز 1086 هدفا استقبل 550 نصهم تقريبا يعني تأهل إلى نهائي أوروبا ثلاث مرات توجى بها 2019 على حساب توتنم اتغلب من الريال مرتين توجى بالدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب 30 سنة خد السوبر الأوروبي وكسر عام الأندية توجى بكأس كاراباو مرتين كأس الاتحاد والدرع الخيرية مرة نال جائزة أفضل مدرب في العالم مرتين 19 و20 أشرك 110 لاعبين أكترهم روبيرتو فرمينو 355 مباراة محمد صلاح 348 مباراة جيمس مش هيعديهم خلاص صلاح مش هيعدي فرمينو رغم انهم سبع متشات بس لبقين جيمس ميلنر 323 مباراة أليكساندر أرنول 309 جوردنر هندرسن مع 304 ماذا قال صلاح عن كلوب؟ قال ان في اول اتصال بيننا كان يفسر لي المشروع لكي انضم للفريق كان يبني فريقا جديدا كان عايزني راحية اليمين بوجود ساديو مانيف اليسار وفرمينو في الوسط قال لي مستوية هي تطور وعدني انه هي الدين الحرية اللي عايزها قلت له حسنا انا قادم وتستطيع رؤية ما حدث بعد ذلك اللي بعد كده كان تاريخ للاتنين تواجدنا انا وكلوب معا لمدة 7 او 8 سنوات لدينا العديد من الذكريات لكن ذكرة تتوجنا بلقب الدوري عندما فازت شيلسي على منشستر سيتي هي الذكرة الافضل وكذلك الحصول على دوري ابطال اوروبا اشياء عاطفية تبقى في ذاكرتي للابد لا اكون صادقا طورني كلاعب ساعدته كثيرا ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية اعطينا كل شيء للنادي من اجل التتويق بالالقاب لكن على مستوى الشخصي لو حصلت لمشكلة ممكن جدا نروح الجأل وطلب نصحته التواصل بيننا سيبقى للابد هذه ليست مجرد علاقة عمل ننتظر غدا ايضا